بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج وذكر الحمد لله سناء أسنى بي الله سبحانه وتعالى على نفسه وأمرنا أن نسني بي عليه الحمد لله أول كلمة ألا سيدنا آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى وسواه وهي أول كلمة في القرآن الكريم الحمد لله بدأ بها الله سبحانه وتعالى السبع المثاني وذكرت 23 مرة في القرآن الكريم الحمد لله على ما كان وما نحن فيه وما سيكون الحمد لله بلا سبب ولا طلب الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على شوكة تصيب المسلم فيكفر الله بها عنها سيئة الحمد لله معناها وأنواع الحمد وفضائله مع فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم من علماء الأساسي ألم بحضرتك عوزين نبدأ مع حضرتك بمعنى الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عبادة الحمد هي من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى فمعنى كلمة الحمد في لغة العرب ضد الزم معنى كلمة الحمد في لغة العرب ضد الزم وقد تعددت أقوال العلماء في تعريف كلمة الحمد وإن كانوا متفقين في الجملة على أنه مدح وثناء يبقى معنى كلمة الحمد المدح والثناء ومن أفضل من تكلم على تعريف الحمد الإمام بن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه بدائع الفوائد قال الإمام بن القيم الحمد هو إخباره الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك أقول إن أول من حمد الله هو الله سبحانه وتعالى مش البشر أول من حمد ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى أبي إزاي وذلك لما خلق الله السماوات والأرض لما ربنا خلق السماء والأرض والجنة والنار والملائكة وأنعم على الأرض من نعم للإنسان فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل لما خلق كل هذه النعم علم جل جلاله أن الخلق سيعجزون عن حمده فحمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين وأول كلمة جاءت في القرآن جاءت بكلمة الحمد الحمد لله رب العالمين أنواع الحمد للحمد نوعان وهما أول حاجة حمد لإحسانه ونعمه وهو من الشكر هذه أول نوع للحمد حمد لإحسانه ونعمه وهو منين؟ من الشكر يعني معنى الحمد في التعريف ده مستمب معنى الشكر تمام أقدر أقول إن ده تعريف للشكر برضو؟ تمام تمام الله سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدَ وهو المستحق للحمد لذاته وإن لم يحمده الحمدون يبقى عندنا الحمد نوعان حمد لإحسانه ونعمه وحمد لذاته طيب الحمد في القرآن الكريم الحمد في القرآن الكريم جات 23 مرة ممكن حضرتك تكلمنا عن 23 موضوع دونك؟ كلمة الحمد ذكرت في القرآن بصيغ كثيرة الحمد لله جاءت في القرآن ما يقرب من 23 موضع في القرآن الكريم هذه المواضع بيّنت صفات الله سبحانه وتعالى وبيّنت قدرة ربنا سبحانه وتعالى وبينت نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان أول موضع عندنا ربنا سبحانه وتعالى يفتتح القرآن بالحمد قال الله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين دي أول موضع الموضع الثاني في سورة الأنعام الآية رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى قال فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والموضع الثالث في سورة الأنعام أيضا الآية رقم 45 ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين في الآية دي لإيه؟ يعني ده بعد أن ربنا سبحانه وتعالى خلصنا من الظلمين أو انتقم للمؤمنين من الظلمين بيينت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل أي شيء قدرة ربنا سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الموضع الرابع في سورة الأعراف وهو أول كلام أهل الجنة عند دخولهم الجنة أول كلام أهل الجنة عندما يدخل الجنة اللهم رذبنا الجنة ونعيمها بيقولوا الحمد لله في سورة الأعراف الآية رقم 43 ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الموضع السادس في سورة يونس وهو آخر كلام أهل الجنة آخر كلام أهل الجنة يعني أول كلام وآخر كلام أهل الجنة هو الحمد لله رب العالمين تمام؟ الموضع في سورة يونس الآية رقم 10 ربنا سبحانه وتعالى ألينا فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وفي سورة سيدنا إبراهيم الآية رقم 39 لما ربنا سبحانه وتعالى رزق سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل وإسحاق قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبري إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وفي سورة النحل الآية رقم 75 ربنا قال لنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وفي سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فآخر آية إليال آية 111 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والموضع اللي بعد كده في أول سورة الكهف أول آية في سورة الكهف بدأت بالحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة وفي سورة المؤمنون حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وفي سورة النمل فيه ثلاث مواضع جاءت فيهم كلمة الحمد الآية رقم 15 والآية رقم 59 والآية رقم 93 اللي هي الآية الأخيرة في السورة الآية رقم 15 ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولقد آتينا دهود وسليمان حكاية عن سيدنا دهود وسليمان لربنا آتهم العلم ولقد آتينا دهود وسليمان علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين والموضع الثاني في سورة النمل الآية رقم 59 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والموضع الأخير في سورة النمل الآية رقم 93 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والموضع اللي بعد كده في سورة العنكبوت الآية رقم 65 ربنا سبحانه وتعالى ألن فيها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء في أحيى به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وفي سورة لقمان ربنا سبحانه وتعالى ألن فيها في الآية رقم 25 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وأول آية في سورة سبأ بدأت بالحمد أيضا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأول آية أيضا في سورة فاطر بدأت بالحمد الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وفي موضع أيضا في سورة فاطر تحدث عن الحمد الآية رقم 35 ربنا سبحانه وتعالى قالنا فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وآخر آية في سورة الصفات الآية رقم 182 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي سورة الزمر فيه ثلاث مواضع تحدثوا عن الحمد الآية رقم 29 والآية رقم 74 والآية رقم 75 الآية رقم 29 قال الله سبحانه وتعالى فيها ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الآية رقم 74 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاف نعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقدي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفي سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو مقلسين له الدين الحمد لله رب العالمين وفي سورة الجاسية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وآية أول آية في سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه المواضع بينت قدرة ربنا سبحانه وتعالى وأنه قادر على أن يفعل أي شيء صفات الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميع فضائل الحمد حضرتك قلت أن أول ما بندخل الجنة أول كلامنا بيكون الحمد لله وآخر كلامنا فيها بيكون الحمد لله هل أن الحمد ممكن يكون سبب لدخلنا الجنة؟ تمام فضائل الحمد كلمة الحمد لها فضائل كثيرة منها أنها بتكون سبب في رضى الله سبحانه وتعالى على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها نأكل ونشرب ونقول الحمد لله بتكون سبب في رضا الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة أول أول فضيلة بتكون سبب في رضا الله سبحانه وتعالى تاني حاجة بتكون سبب في محبة ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بتكون سبب في محبة ربنا سبحانه وتعالى الاكثار من كلمة الحمد بتكون سبب في محبة ربنا سبحانه وتعالى العبد رقم ثلاثة من فضائل الحمد أيضا نبع للحسنات نبع اللي عاوز المزام بتاعه يثقى بالحسنات يكثر من كلمة الحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح عن أبي ملك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وفي حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربع فضيل من فضائل الحمد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قول الحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه بالحمد أول ما يقوم من النوم كان يبدأ اليوم بتاعه بالحمد كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم يومه بالحمد آخر حاجة بيقول الحمد لله كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وساقانا وكافانا وآوانا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا قام من الليل يتهجد كان يبدأ بالحمد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد فأنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنت وبك أسلمت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت فأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت من فضاء الكلمة الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى وضع الحامدون من صفات عباده المؤمنين الذين بشرهم الله بالجنة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بشارة الله سبحانه وتعالى للمكثرين من الحمد الحمد موضوع كبير بيحتاج حلقة واثنين وثلاثة إن شاء الله نستكمل الحديث عن الحمد الله في حلقة أخرى نورتنا فضلت الشيخ أنا تشرفت بحضرتك وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم إن يكون السادة المشاهدين استفادوا من هذه الحلقة إن شاء الله آمين يا رب العالمين بشكر فضلتك وبشكركم مشاهدينا وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله